السلام عليكم ازاك يا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن الـ Text ازاي نحط Text على الصورة وكلام يعني على الصورة وازاي بردك نعرف نحط Track Bar يعني اللي هو الشروط اللي احنا بنحركه دي وكن فدي شكل برنامج ان شاء الله اللي احنا نعمل له النهاردة فخليكم معايا طبعا هو نفس الكلام كل مرة بردك هنجيب الصورة بتاعتنا وبعد كده هنجيب مين هنجيبه الـ Width والـ Height بتاعهم بعد كده Track Bar بقى Track Bar هو المفروض ان Track Bar لازم يكون اول حاجة عندك ويندو او نافذة كده عشان تقدر تحط في Track Bar فعشان كده احنا هنقول له CV2.NamedWindow ونديله اسم الويندو بتاعنا تمام في اسم الويندو هنا انا اعمله زا امج فانت غيره براحتك بقى اما حاجة بس ان هو يكون في ويندو يعني عملت الويندو بس اصليه ففي حالة البكتشر لما احنا كنا نجيب صورة ونخليه يعرضها كان هو الاول حاجة بيعمل الويندو يخلق اول حاجة ويندو وبعد كده بعد ما اعمل ويندو امج حاطة الصورة ويندو ديت وبعد كده يعرضها تمام فس احنا دلوقتي هنعمل ويندو فاضيه خالص ومفيش حاجة معروضة فيها وهنسميها زا امج تمام بحيس بعد كده احنا نقدر نستخدم الويندو ديت ان احنا نقدر نعرض فيها Track Bar ونفس الصورة بتاعتنا فالتنين يبقوا معروضين في نفس الويندو مش واحد في ويندو واحد في ويندو تمام فالبعد كده ازاي بقى بعمل Track Bar Track Bar بقى اقوله Create Track Bar وادله اول حاجة Track Bar name يعني ايه الامج لما انت تجيب بوص مسلا هتلاقي Track Bar name لسكيلة اخو مكتوب هنا في الويندو ديت كده تمام وتانى حاجة الويندو نيم عشان انهي ويندو هيتعرض فيها وبعد كامين بعد كده الواحد ديت الرقم اللي هيبدأ فيه يعني لما يجي يبدأ اول ما يبدأ البرنامج اقف عند رقم كام تمام وعشرة ديت اللي هو اقصى قيمة يوصل لها Track Bar تمام واقل قيمة طبعا تلقائي بتبقى صفر وال Track Bar بيديكم كده يعني ايه انتجر كده بيزود بارقام انتجر تمام ارقام صحيح طب اخر حاجة بقى ديت عبارة عن ايه عبارة عن فانكشن يعني بناديها او بينفزها كلما Track Bar يتغير كلما القيمة بتاعة Track Bar يتغير هو بينفز هذه الفانكشن فممكن مثلا في كتير او بيعرفوها بيقولك تمام يا شباب فاحنا هنعرف فانكشن اسمها دوناسنج ديت بتاخد برامتر واحد بس اكس مثلا او سكيل او ايه حاجة هو قيمة ديت البرامتر ديت هو عبارة عن قيمة اللي بيرجعها Track Bar كلما القيمة بتاعته تغير بينادي الفانكشن ديت تمام وبيديلها البرامتر ديت طيب احنا مش عايزين نعمل اي حاجة على الفانكشن ديت او مش عايزين نتعمل اي حاجة فنخلي نقول له باس باس فهو باس مش هيعمل اي حاجة البرامتر او اي حاجة تمام فلو جانا مثلا جربناه تمام فهو اشتغل نفس ما كنا مستخدمين لمضة إكسبرشن عادة خلص ما فيش اي مشكلة تمام فانت حور ان انت ممكن تستخدم لمضة إكسبرشن او ممكن تستخدم الفانكشن بتاعتك اللي هو دوناسنج او اي حاجة الفكرة هنا مهمه جدا انه انا لما جد كتبت اسم الفانكشن ما كتبتش جنبها كوسين كوسين ديت معنى ان انت عايز القيمة اللي بترجعها الفانكشن ولأنا عايز تدلة مش عايز القيمة اللي بترجعها تدلة تمام فهو هنا يعني هنا في الاخر برامتر ينطلعت hold مش عايز قيمة بترجعها تدلة تمام فعشان كده احنا كتب اتدلة من غير القوسين طيب الثاني حاجة بقى احنا عايزين ان احنا كلما نتغير قيمة الترك بار ان هو قيمة بتاع التكست بتاعنا ان هو يتغير طب اعملها ديات ازاي اول حاجة احنا المفروض ان هو كل شوية يتغير يعني ما يجي يتغير مثلا الحاجة المفروض ان انا مضطرش ان اقف البرنامج وبعدك اخد القيمة بتاعته وبعدك اعرض الصورة هامل اول او ان انا كلما اتغير اعرض الصورة جديدة فكده يعني ايه هيبقى متعب وكمان هو يعني هياخد مار كتير فالفكرة ان احنا ممكن نعمل واي اللوب ماشي بعد كده الاسكيل بتاع الفونت هناخد من هناخده من الترك بار طب ازاي ياخده هتقول له CV2.gettrackbar position تمام بوست ديت معناها position تمام وبعدك هتديله مين هتديله trackbar name وهتديله window name تمام الاتنين دولار عشان كده خليهم كونوا استنت في اول البرنامج احسن عشان توفع نفسك تمام وبعدك احنا هناخد مين هناخد كوبي للامج طب ليه عشان كلما القمة تتغير يعرض نفس الصورة بس بالقمة الجديدة انما لو انت مثلا خدت نفس الصورة الاصلية فهتلاقي مثلا الخط القديم مثلا كان بسكيل واحد الخط الجديد مثلا بسكيل تلاتة هتلاقي اللي اتنين يعني رجبه فوق بعض او اللي اتنين يعني واحد فوق التاني فكده يعني ايه هتلاقي الخطوط يخلط في بعضها وكلام كتير فكده يحصل عنده غلط فكلما كما تتغير هيعمل كوبي جديدة تمام ويررض الكوبي دية بالسكيل بتاع التكست الجديد تمام طيب واحد ديت معناه ايه؟ معناه ان هو سجل ضغطة الزر اللي انا انتكيت عليه يعني الزر اللي انا انتكيت عليه انهى الزرار على الكيبورد تمام بعدك انا هتأكد بقى لو كان الزرار دي هو الاسكيب اللي هو اسي سي اللي هو فوق على الشمال خالص تمام تمام فهو ويت كي دي هيرجعلك الاسكي يعني ايه الاسكي كوب بتاع مين بتاع الزرار اللي انتكيت عليه تمام فلو كان الكيب يسوي 27 اعمل بريك للوق بتاعك واطلع تمام طيب نيجي بقى الجزء المهم اللي هو التكست زي يحط تكست جوه الصورة cv2.bot text فانت اول حاجة بتدوله مين بتدوله الامج اللي عندك اللي هي هتبقى الكوبي طبعا ماشي وبعد كمين تكست نيم اللي هو الاسم اللي هيعايزه يظهر عالصورة فالتكست نيم هنا انا اعملها الخوارزمي تمام وبعد كده بعد كده بقى دي السطر اللي هيبدأ عنده اللي هيبدأ اكتب من عنده يتعباره عن الجزء تحت شمال تمام يعني كأنه بداية السطر بالزبط يعني هو لما بتجي مسلا تكتب بالانجليزي بتكتب منها الشمال فهو بداية السطر ماشي هو دي يعني خمسين ومية دي عباره عن بداية السطر النقطة اللي هتبدأ منها السطر وهو الرهيالك ان شاء الله لما نشغل البرنامج تمام بعد كده cv2.font اه اتاليك دي عباره عن نوع الفونت اللي هتستخدم انت ممكن مسلا فيه نوع فونت كتير جدا اهو ممكن تستخدم اتاليك فيه ممكن اهو كم نوع اي حاجة بتبدأ بفونت ممكن تستخدمها انما الحاجات التانية دي هتتدك ارور كيو تي دي ما هتدك ارور تمام فخلانا نفق اتاليك زي ما هو وبعد كالسكيل الفكرة في الاسكيل بقى ان احنا كلما نغير الاسكيل كلما الحاجة تتغير تمام والاسكيل دي هنجيبه منين هنجيبه من ترك بار تمام وبعد كالفيديو دي اللون الفايلت اللي انا جيته عملته هنا هوات تمام اللون البنفسجي هنا عمله هنا فوق هوات واخر حاجة بقى اللي هو من بتاع الخط سمك الخط عندك عايزه يبقى اعمل ازاي ممكن تخليه من يعني على حاجة سما انت حابب انا خليته خمسة تمام واخر حاجة خالص بعرض الامج بتاعتنا عادي تمام فتعال كده نشوف تمام فده البنامج او كلما بتغير كلما مسورة يعني ايه الخط بتغير معاك لو جينا مسلا حطونا صفر شوف يعني ايه لاحظ هنا عند حرف ايه حرف ايه شوف هنا تحت عالشمال خالص تحت عالشمال هتلاقي في نجمة ظاهرة يعني مكان حرف ايه تمام فهو دي الفكرة بقى دي هو عبارة عن مين دي عبارة عن ال position اللي هيبدأ منه الساطر تمام اللي هو الساطر اللي بيكتب عليه ساطر بيكتب عليه هنا موت فده اول نقطة في الساطر تمام بس فهو track bar يعني والtickets اللي اتنين مهمين جدا يعني حتى هما لما بتجي بتيجي مسلا تشوفوا الصور اللي هي معمولة عليها face recognition وتلاقي مسلا مكتوب فوق المربع المحدد الصورة مسلا اسم الشخص فده عبارة عبارة عن ايه عبارة عن rectangle ومكتوب جوا بس. ماشي. وحتى برضك في الخبرزميات اللي هي بتاعت الفيس والكلام ده كله. انت ممكن بيبقى تحتاج ان انت تقعد تعمل تلعب في البرامتر زي شوي. يعني تعديل مسلا تعلي كومت برامتر او تقلق كومت برامتر تاني والكلام ده كله. بحيس ايه ان الصورة تطلع عندك صح. وان هو يعرف يتعرف على الوجه بالطريقة صحيح. فانت ممكن يعني ايه بدل ما تطلع مسلا تشغل برنامج فيطلع غلط وبعد كه تقفل برنامج. وبعد كه تغير كومت المتغيرات اللي جوة البرنامج وبعد كه تشغله تاني وهكذا. فهي دوام. فالفكرة ان انت ممكن تستخدم التراك برضي انت تغير البرنامج تغير كومت المتغيرات اللي عندك وتظهر عندك النتيجة فورية. يعني انت شايف النتيجة وبعد كه بعد ما تخلص ممكن حتى كمان تاخدوا الكمة بتاعت التراك برضي تبدأ بقى تتعدل علىها اكتر وتستخدمها اكتر. تمام? فهي الفكرة كده فهم فيه جدا وان شاء الله نستخدمه كتير. وان شاء الله برضك في الفيديو هنعمل بقى تطبيق كده يعني ح بس بطريقة ايدوية يعني. فاستنانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بس فوق دي نهاية الفيديو يا ربكم استفدتم منه وعجبكم. ويا ريت لو رسا مشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس. وعجبك الفيديو يا ريت تعامل لايك وتشاره مع اصحابك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام علي. اشتركوا في القناة